عظيم. هل ينفع زيزو يقعد احتياطي في منتخب مصر دلوقتي؟ لا ما يفعش. يعني بس هو حظه انه بيلعب في نفس مكان محمد صلاح. لكن هو ما يفعش يقعد احتياطي. طب نعمل ايه؟ لا ممكن ممكن طريقة اللعب تلعبه لو بتلعب اربعة تلاتة تلاتة يلعبه رقم محمد صلاح. يعني ممكن ممكن تلعبه ناحية اللفت. ممكن يعني ليه حلول. ممكن يستخدم زيزو السنة دي كجناح ايسر. عشان النضاي شوية بيميل يمين. انت عارف ان هو بيميل ان زيزو يلعب تمانية؟ اصلا. فريرا جايفه تمانية. شايف زيزو تمانية. والله بيتكلم. بيتكلم مع الناس اللي حواليه شايفه تمانية. هنشوف الدنيا راحة فين السنة اللي جاي. عظيم. لو انت مسؤول في اختيارات اللاعبين من الزمالك. مين لعب من الاهلي تتعاقن معه يلعب مع فريق الزمالك الحالي؟ آلو ديونج. من اكتر العيبة اللي انا ممكن شايفها تصلح انها تلعب في النادي الزمالك. هل شايف انه ممكن اهلاوي يشتغل في اعلام الزمالك وزمالكاوي يشتغل في اعلام الاهلي. هل ده عادي؟ اه حصلت. والنادي الاهلي هو اللي بدأها. يعني اعتقد كابتن طاها بصري الله يرحمه يشتغل في قناة الاهلي. كابتن عبد حليم يشتغل في قناة زمالك كان يشتغل في قناة النادي الاهلي. كابتن حلمي طولان كان يشتغل في قناة كابتال مصطفى يونس الوقت يبقى معينا فكل النهو دول اشتغلوا في القناة دول اشتغلوا فعلا انت شايفها حاجة جيدة ولا لا ان حاجة منطقية ولا لا يعني يعني مثلا قناة الريان مديدة على ذكر المسلا اللي انت تدقلتو من شوية هل ممكن يجيب حد من برشنة يشتغل في قناة الريانية احنا في مصر بقى في حاجة كتير مختلفة شوية اه بالضبط وفي ناس يعني ممكن تشتغل وفي ناس ممكن تشتغل في قناة زمالك بس مش اي حد يشتغل في قناة زمالك ويقبلوا الناس ولا اي حد يشتغل في قناة زمالك ويقبلوا الناس يعني يعني انا شايفة انا غريبة اه انا شخصيا يعني انا نفسي ما اقدرش اعملها يعني انت شايف قناة الريانية لا خالص وهم كمان لا يمكن لأ عشان بس يقولك ايه وحد该لك ان انت يعني فيم活اق انا بقولك حم عمره ihmكر� انا عمره allezع centigrade هي غريبة وما بتحصلش غير في مصر البصطات اللي بتنشر على صفحيتك خصوصا منقولة من مواقع تانية هل انت اللي بتنشرها ولا في أدمن الصفحة بينشر من غير ما يرجع لك طبعا في الصفحة أنا عندي صفحتين صفحة الشخصية بتاعتي دي أنا اللي بنشر عليها صفحة العامة في ثلاثة أدمن أم المسكنة سعاد بينزلوا حكات وبقى يعني لا سعاد بتنزل معظم أخبار يعني لو في حاجة كده دائق حد برجع وبقول لا أو بمسحة عظيم قلت المصطفى الحمد يقل عن رونالدو في ضربات رأس هل لسه عند رأيك أه طبعا يعني فكرة الناس دايما بفكراني بقارن مصطفى بكريستيانو وده مش حقيقي كرة القدم مجموعة من المهارات يا كريم كرة القدم في واحد الشويت في واحد اللي بيلعب بدماغه في واحد اللي بيرقص يعني يعني هل عندنا في مصر لعيب مثلا ممكن يكون من أمهر اللعيبة في عالم في حاجة اه يعني انت مثلا لو جيت قلتلي مثلا جمال عب حميد أو ممكن أقول لك جمال عب حميد في زمنه كان واحد من أمهر اللعيبة اللي بتلعب بدماغه يعني فاهم قصدي مصطفى محمد هل حاليا قبل ما قلت رأيي ده ما كانش كان بلعب الزمارك فاهم قصدي راح جلته السراية هل ما جابش جوان جمدة جدا بدماغه هل بوقتي مع نانت الفرنسي ما بيجيبش جوان بدماغه بس أنت الكسة بتاعت مصطفى محمد والمقرنة مع كريستانو نالدو أو التشبيه مع كريستانو نالدو هو ينطبق على نفس المسأل انت من شوية قلت بهزار أنه شيكبالة من أحرف اللعيبة مع ماردونا وبيليو لا 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 أنا أصد الأسماء لما الناس بتسمعها جميع بعض بتتخض هم بتخضوا ليه لأن هم فاكرين أن أنا بقول كريستانو زي مصطفى محمد وده مش حقيقي لأن إما تكون أفضل لعب في العالم يعني بتمتلك أفضل مهارة في العالم في كل حاجة يعني لازم تكون بتلعب بيمينك و بيمينك و بيمينك و بترقص و بتعدي واحد على واحد وسريع و قوي و رشيق و بتلعب بضربة رأس طب أقول لك حاجة طب هسألك سؤال هسألك سؤال و أنت تجاوب فاضل ماشي مين أفضل لعب في العالم دلوقتي اه 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 أنا بالنسبة لي محمد صراح صراح لا سيبك يعني في التاريخ يعني اه قولي واحد من أمهر أنا أكتر لعب بحبه في التاريخ زين دين زيدان تمام سيبك من زين ميسي ميسي تمام هسألك سؤال يلا مصطفى محمد أحسن في ضربات الرأس أو ميسي آه سؤال صعب جدا مصطفى محمد يبقى أنا هل أنا بقول أن مصطفى محمد أحسن من ميسي ميسي لا يجيد ضربات الرأس يعني يجيدها بصورة صغيرة جدا صح أما أنا أقول مصطفى محمد أحسن من ميسي في ضربات الرأس يبقى أنا بفهمش حاجة لو ميسي ده انت بتقارن بمين وبين؟ لا، يبقى انا بقارن مهارة بمهارة ولا اقارن لاعب بقيمة ميسي يعني لو انت بتكلم ميسي ده يعمل مصطفى محمد 8000 واحد لكن ما تيجي تقول لي مصطفى محمد احسن في ضربات رأس ولا ميسي هقولك مصطفى محمد احسن من ميسي في ضربات الرأس 100 مرة طيب